نتعلم نروح للمجموعة الثانية برضو في التصفيات الأفريقية ونشوف النتائج اللي وصلت بعد الجولة الثانية طبعا تونس طبعا العلامة الكاملة مباريتين 6 نقاط زامبيا 3 نقاط من مباراة واحدة غينية الاستوائية 3 نقاط مباراة وموريتانيا طبعا صفر من النقاط برضو أشايف تونس في طريق مستوع لأنه أنت بتحتاج كفريق كبير في مجموعة سهلة أنه أنت ما تفقدش نقاط بالهزيمة وتكسب ماتش بره هو عمل ده يعني هو كسب الماتش اللي بره فهو يعني بحد أدنى أصاده ماتشين تانين في تونس لو وصل 12 نقطة خلاص هو تقريبا ضمن الوصول للمرحلة المقبلة بشارط أنه ما يتغلبش والمنتخبات كلها في المتناول يعني ما فيش حد ممكن يمثله مشكلة مع أن موريتانيا منتخب متطور جدا بس بدايته كانت صادمة بالهزيمة في ماتشين يعني موريتانيا في آخر كاس أمم اللي هي 2019 اللي كانت عندنا في مصر موريتانيا عملت مفاجأة كبيرة جدا واخدت نقطتين وكانت قريبة من التأهل في التوالد كمان ولكن هي بدأت بداية مخيبة للأمال في المجموعة دي فأنا أعتقد تونس في المجموعة دي مرشحة تونس طبعا الآرب طبعا معها في المجموعة الثانية طب نروح للمجموعة الثالثة المجموعة الثالثة طبعا نيجيريا ست نقاط ليبيريا تلت نقاط الرأس الأخضر نقطة مع جمهورية أفريقا الوسطى نقطة واحدة نفس الطريقة برضو نفس الموضوع نيجيريا واضح ما فيش شك إنها تكون في المرحلة الإقصائية أكيد في المرحلة الإسكالية طبعا يعني كل دوت من جولتين طبعا أول جولتين في المجموعة لكن زي ما تبتقول بيبان يعني بيبان المستوى بيبان والأسماء الكبيرة بيتبان طيب نروح للمجموعة الرابعة المجموعة الرابعة اللي بتضم سحل العاج والكاميرون ملاوي وموزنبيق سحل العاج في المقدمة أربع نقاط الكاميرون ثلاث نقاط وملاوي بثلاث نقاط مجموعة متشابكة شوية احنا دي مجموعة متشابكة بقى ودي صعب جدا انها تكاهل إلا هيحصد من سحل العاج والكاميرون ولكن الفرقة اللي هتعرف تكسب بره أرضها أو ما تفقدش نقاط بره أرضها كتير يا الفرقة وكمان الفرقة اللي هتعرف تكسب في المواجهة المواجهة المباشرة طبعا فدي مجموعة صعبة التكاهن بيها وعشان كي بقول حارتك احنا وضعنا مختلف بين المنتخبات الكبرى اللي بتواجه مشاكل في المجموعات لان احنا ما معناش اسم كبير في المجموعة يعني فسحل العاج والكاميرون مجموعة معقدة جدا طيب نبص على المجموعة الخمسة سريعا مالي كينيا أوغاندا ورواندا مالي في المقدمة أربع نقاط كينيا نقطتين أوغاندا نقطتين وواندا نقطة واحدة منتخبات متقاربة في كل حاجة ولكن مالي اسم أكبر شوية في كرة القدم الإفريقية واعتقد هو اللي هيلقي نفسه إن شاء الله يعني في مرحلة الإقصائية ممكن يلعبوا يعني ما لو رغانا يا رب زيانجي راكس يا رب